اهلا بكم في نشرة استدامة تضع مملكة البحرين ضمن أولوياتها خطط الحفاظ على التنوع البيولوجي وسخرت جهودها كافة لدفع المساعد الدولية وتعزيز مكانتها على صعيد حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي مما يحفظ حق الأجيال القادمة ويحقق الأمن البيئي العالمي الزميل محمد شكري يستعرض لنا أبرز جهود المملكة على صعيد حماية البيئة وتغير المناخ في سياق التقرير التالي أولت مملكة البحرين اهتماما خاصا بمعالجة المشكلات البيئية وتبنت مبادرات وبرامج تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية وطنية متقدمة لحماية البيئة واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من التلوث ومن بين هذه الجهود استراتيجية البحرين للتنمية المستدامة حيث تعتبر مملكة البحرين من الدول التي وضعت استراتيجيات واضحة لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية الاستثمار في الطاقة المتجددة حيث تقوم مملكة البحرين بزيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياحة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الضرة الحفاظ على البيئة البحرية حيث تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا لحماية البيئة البحرية وتعمل على تنفيذ اجراءات للحفاظ على التنوع البيلوجي البحري والموارد السمكية التوعية البيئية حيث تقوم الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين بتنفيذ حملات توعوية وتثقفية للمواطنين والمقيمين حول أهمية الحفاظ على البيئة وتأثيرات تغير المناخ وتشجيعهم على الممارسات المستدامة في الحياة اليومية إدارة النفايات تعمل مملكة البحرين على تطوير نظم فعالة لإدارة النفايات بما في ذلك تعزيز إعادة التدوير وتحسين عمليات التخلص من النفايات الصلبة والسائلة المحميات الطبيعية تعمل مملكة البحرين على تحديد وحماية المناطق الطبيعية الحساسة والمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيلوجي والمحافظة على النظم البيئية الطبيعية التعاون الدولي تشارك مملكة البحرين دائما في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وتعمل على تبادل المعرفة والتجارب مع الدول الأخرى بهدف تحقيق تقدم مشترك في هذا المجال مشاهدين هذه بعض الجهود التي تبذلها مملكة البحرين على صعيد البيئة وتغير المناخ والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية حصلت جامعة البحرين على المرتبة الأولى على مستوى مملكة البحرين في تصنيف الجامعات العالمية للاستدامة Green Matrix للعام 2023 وجاءت في المرتبة 25 على مستوى دول العالم بمحور التعليم والبحث هذا وأكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين بأن التمييز الملحوظ للجامعة الوطنية جاء نتيجة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الجامعة للارتقاء بالجوانب الإدارية والأكاديمية والطلابية من ناحية الاستدامة والحفاظ على المصادر الطبيعية مضيفا بأن الجامعة تسعى لإحراز تقدم أكبر في مجال الطاقة وتغير المناخ وتنفيذ حزمة من المشاريع في الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وزيادة الرقعة الخضراء بطريقة مستدامة حققت هيئة تطوير المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية نقلة نوعية في استخدام التقنيات في المشروعات الإنارة من خلال تركيب وحدات تحكم بمصابيح الشوارع تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء وتغطي ما نسبته 85 من مساحة الشوارع وميادين المشي في مدينة المنورة وذكرت الهيئة أن هذا المشروع يسهم في زيادة الكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقعات الأعطال وتقليل الاحتياج البشري في أعمال الصيانة واستهلاك الطاقة وزيادة مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة في المدينة المنورة من خلال ضمان وجود إضاءة ملائمة ومستدامة في جميع الأوقات بما يسمح بممارسة رياضة المشي والتجول بشكل آمن للجميع مع تغير المناخ العالمي وتأثيراته لنتيجة تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدأت سلطنة عمان في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفق رؤية الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 لتؤكد بذلك إيمانها بضرورة احتواء التغير المناخي انسجاما مع تعهدات الكثير بالدول العالم لمواجهة تغيرات المناخ وآثاره السلبية عبر الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تسعى سلطنة عمان بحلول عام 2050 تحقيق الحياد الصفري الكربوني وفق خطة وطنية طموحة استراتيجية الحياد الصفري بنيت على خط أساس لعام 2021 بناء على خط الأساس حددت القطاعات الرئيسية التي تساهم بشكل كبير في الانبعاثات الغازية المسببة لمشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخي هذه القطاعات تشمل قطاع الصناعة قطاع الطاقة بشقيه الكهرباء والنفط والغاز عندنا أيضا قطاع المدن والمباني وقطاع النقل ويرتبط الحياد الصفري الكربوني بأولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040 والمتعلقة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة واستخدام الموارد والثروات الطبيعية لنمو الاقتصاد الوطني وهو ما دفع بالحكومة العمانية لاعتماد مختبر إدارة الكربون الذي تمكن من تنفيذ 49 مبادرة ومشروع للقطاعات الرئيسة المؤدية لانبعاثات الكربون لتكون بمثابة قارطة طريق واضحة لتنفيذ المستهدفات المنشودة أهم الإنجازات للفترة الحالية هو صدور مرسوم سلطاني رقم 10 على 2023 بتخصيص ما يزيد على 65 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المخصصة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف قرابة 50 ألف كيلومتر مربع من هذه الأراضي مخصصة لمشارع الهيدروجين الأخضر تحت شراف شركة هيدروجين عمان تم التوقيع على خمس اتفاقيات كل اتفاقية لمدة 47 سنة مع مستثمرين من جهات مختلفة من العالم بإجمال استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار أمريكي خلال السبع سنوات القادمة وفي السياق العملي ذاته تم افتتاح محطة عبريل الطاقة الشمسية بسعة انتاجية تقدر بـ 500 ميجاوات إلى جانب محطة ضفار لطاقة الرياح ومشاريع أخرى قريبا افتتاحها يقابلها عدد من الاتفاقيات في الطاقة النظيفة تتيح مجتمعة الاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية الرياح والشمس والاستفادة من البنية التحتية الصناعية والموقع الجغرافي المنفتح على الأسواق الأوروبية والأسيوية وتتميز مشروعات الطاقة النظيفة بأن مصادرها متاحة متوفرة في الطبيعة العمانية ومتجددة باستمرار كما أنها صديقة للبيئة لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان تعتمد الزراعة العضوية على العمليات الطبيعية والتنوع البيجي للتكيف مع الظروف المتواجدة بدلا من استخدام المواد الكيميائية من أسمدة ومبيدات حشرية لذا يكون الاعتماد بشكل أساسي على استخدام الأساليب القديمة في الزراعة بما يتماشى مع الاستدامة واستخدام الأسمدة العضوية لضمون المحافظة على صحة التربة والبيئة والإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة